الجايزة دي زي ما قال عليها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي تعد تتويج لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي الاهلي ومن قبلها طبعا ودي حاجة لازم تتقال ومش على سبيل المجامل احنا ما بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي ده قرار الواقع ملموس اللي ما بيشوفوهش يبقى اعمى احنا بنتكلم عن ان النادي الاهلي ومن قديم الازت من وإحنا اطفال صغيرين طول عمر جمهور النادي الاهلي شديد الخصوصية وفيه تشجيع وفيه محبته للنادي الاهلي شديد الخصوصية وشديد المنطقية احنا جمهور منطقي جدا جدا وطول عمر جمهور النادي الاهلي داعمة ومساندة ومؤذرة لكل فرق النادي الاهلي حياة في كافة المحافل سواء كانت داخلية او خارجية اضاف كمان عقب حضور وحفل توزيع جوائز جلوب ساكر ان النادي الاهلي وجمهيره يستحقان هذا التتويج عن جدارة في ظل النجاحات الهائلة اللي بيحققها النادي الاهلي واللي طبعا بتضع دائما في المكانة اللي هو يستحقها وتليق به